هترسم التسجيل مش شغالة. اه. انا متأكد تسجيل الشغال. لا اتقفل وحتى الفتح. الشغال انا فتحه من الاول. الشغال دلوقتي مزبوط. اه ضرعت شغال. تمام. اه. لو انا قلت لك كلمة التراك. يبقى انت عارف انا قصد عليه. يبقى ترسم الشكل ده بنفس الابعاد دي. تحفظه بنفس الطريقة دي بالزبط. والتراك. يبقى انت عارف ان هو توريل وسليبر. ابعادهم ايه بقى دول? الاسليبر اتنين وستة من عشر عرضه. وسمكه اتنين من عشر متر. الريل اه. المسافة بينه من الريل اللي جنبه واحد ونصف متر. ابعاد السندر. ارتفاعه. ارتفاعه خمستاشر من مية متر. يعني خمستاشر سنتي. لو انا قلت لك معاك اتنين تراك يعني دابل تراك. اه بريج يعني ايه دابل تراك? يعني موجود قطر موازي ليه. يعني الكوبر بتاعك ده شايل قطر في الاتجاه. واطر في الاتجاه تاني موازي يعني اطرين عكس بعض. لو انا قلت لك الكوبر بتاعك ده شايل قطرين يعني دابل تراك. هترسم اتنين تراك جنب بعض. بنفس الابعاد بالزبط. والمسافة بين سنت اللاين التراك الاول وسنت اللاين التراك التاني تلاتة ونصف متر. تمام? يبقى احنا تفقنا على حاجة دلوقتي. تفقنا على ابعاد التراك دي ستندر وسبتة زي ما هي. بنفس الشكل اللي قدامك ده. ولو عملت اتنين دابل تراك يعني عملت طرقين اتنين تراك مع بعض. المسافة بينهم تلاتة ونصف متر. تمام? ده المكون الاول من الكبر بتاعنا. تاني حاجة الفلورس. الفلورس بيم. الكبر بتاعك ده او السليبرز والريل والكلام ده كله متشل على ايه? اكيد متشل على الكامرات. التراك بتاعك ده حمله بروح في اندي. اول حاجة الكبر وهو ماشي بيودي حمله على الريل. على القطبان. يعني الكبر من العجل بتاعه محمل على قطبان القطر. قطبان القطر محمله على الواحي الخشب. تمام? يعني القطر محمل على القطبان. القطبان محمله على الواحي الخشب. الواحي الخشب محمله على السرينجر. ايه هي السرينجر دي? هي كامرة موازية لاتجاه القطر. السرينجر هي كامرة موازية لاتجاه القطر. باللون لا زرق قدامك في الرسمة دلوقتي. طب السرينجر ده متشل على ايه? السرينجر ده متشل على حاجة اسمها كروس جيردر. كامرة كده عمودية على تجاه القطر. تظهره قدامك بالنون الأحمر. تمام. وبتتكرر كل مسافة اس. بتاخد الوزن من السرينجر بتوديه للمينجردر. يعني الحمل بتاعك. متشال اول حاجة على اول حاجة القطر بيودي حمله على القطبان. القطبان بتودي على الواح الخشب. الواح الخشب بتودي على السرينجر. السرينجر متشال على الكروس جيدر. الكروس جيدر متشال على المينجردر. المينجردر متشال على الركيس. تمام. اتفا انا كده ده ترتيب الاحمل بتاعاتي. التصميم بتاعنا هي بدأ ازاي? المفوضة بدأ اول حاجة من قطبان القطر. بس احنا طبعا ما لديناش دعوا بموضوع السكة الحديدة. احنا في ستيل مسؤولين عن الكبار المعدنية. مش مسؤولين عن تصميم السكة الحديدة. فجزء السكة الحديدة اللي فوق اللي هو الريل. والواح الخشب ده مش معاني. مش مطلوب منها نصممه. مطلوب منها نصمم ايه? اول حاجة نصممه هو السرينجر. بعد ما نصمم السرينجر هنصمم كروس جيدر. بعد كده نروح ايه? للمينجردر. المينجردر بتاعتنا الترمي ده هتبقى بليت جيدر. زي ما قلت لكم في انشاءات بياخدوا بليت جيدر وبياخدوا الترس. الفرق ايه طبعا? البليت طبعا بيشيل اسبانات يعني بيتحمل على اسبانات اهل بكتير من الترس. يعني الترس طبعا انتو عارفين ان الدبس الترس بقى كبير. فالترس بيخلي الاسبان بتاعي اكبر. انما البليت بقى اسبان قليل شوية. طبعا ايه تاني? هو انا اصلا استخدمت حاجة اسمها بليت جردر يعني ليه جبت بليتات والحانتها في بعض. يعني ليه استخدمت قلت ايه? اه هنصمم من النهاردة كبري. ونوع الكاميرا الرأسية بتاعته بليت جردر. ليه? لان انا لما جيت اصمم الكبري بتاعي ده. وحسبت الدبس بتاع المين جردر اللي انا محتاجه. لقيته معدل اثنين ونص متر. يعني دبس المين جردر بتاعي مع اثنين ونص متر. واكتر كمان من ثلاثة متر. طب ايه المشكلة يعني? ما نخش جدول القطاعات والنق قطعة ونصمم. دخلت جدول القطاعات لقيت اكبر حاجة موجودة هو متر. وقتار متر ده اصلا يعني صعب تلاقيه كمان. تمام? فانا دخلت جدول القطاعات ما لقيتش قطاع طوله ثلاثة متر. ما لقيتش قطاع يعني دبس وثلاثة متر. طبعا عمل ليه? هل ما صممش هلان انا على ترص على طول? قالك لأ. قالك انك ممكن بسهولة اجيب بليتات وتلحمها وبعض. انا ممكن اعمل قامرة باي شكل. اي شكل اجيب بليتات اعود لحمها وعملها. فده ايه بقى المشكلة بقى اللي هتقابلنا? قالك المشكلة بس في موضوع ان اجيبت بليتات ولحمتها ده هو التشيكات. احنا كنا في القطاعات اللي موجودة معنا في الجدول القطاعات دي متشيك عليها وتمام ومش خاف منها واي حاجة. وتمام جدا في وكل حاجة تمام. انما هنا بقى مشكلتك انك هتشيك عليها في كل حاجة. الكاميرا بتاعتك بما انك انت انت اللي عاملها. يعني انت اللي مشكل القطاعات وعملها بالشكل ده على شكل حرف ايه. القطاعات مجمعة. يبقى تعمل عليها تشيك في كل حاجة. الوكالباكلينج. كل حاجة. تمام? فتبقى ان الشيكات بتاعتها تقيلة شوية. او طويلة. مش هقول صعبة لكن طويلة. تمام? بعد ما نخلص الكاميرا بقى نروح للركيز. نصمم الركيز بطاعة الكبرى. تمام? وقوانات الكبرى قدامكم یہ. المين شهيل لكروس جردو. الشهيل لصرينجر. والصرينجر بقى الشهيل ايه? بقي اتلو posit lang gemeente. ديزاين السبس. زي ما قلتلكقكم اول شكل انده Grace ما نرسم لgot. بعد كده هنصمم مبلغنا. بعد كده هنصمم كروس جردو. بتاكتب انتقل الاحمال يعني. بعد كده هنصمم الوسط كونجن المين جردو. المين جردو. بقى هنقعد فيها خمس شكاشن بقى. دي اخر enhances سنة بقى من جدر لحد الركيز. هنحسب اول حاجة للسرينج اكشن. هنحسب القطاع. نعرف القطاع بتاعنا. هنشيك عليه في الاستريسز. هنصم للصفنرات. شيك الاستريسز ده طبعا نشامل كل حاجة. الاستفنرات. البلد بتاعنا او الوب بتاعنا بيحتاج تدعيم كبير. ما ان هو دبس بتاعه بيوصل لتلاتة متر وتلاتة متر وشوية. بيحتاج تدعيم. فبيحتاج ان انا اعمل له حاجة اسمها استفنرز. بلدات تدعيم. يعني بحطره بلد كده على الوب. مليمين والشمال. حاجة كده تمنعه ان هو يتشكل. تقويا. يعني اللي صفنا ده بلد تقويا. بقى كده لسبلايسز بقى ان انا طبعا ايه كبري بتاعي ايه عشرين تلاتين متر. فانا صعب ان انا اعمل حاجة عشرين تلاتين متر كده ده وامش بقى في الشارع. فطبعا انا بيجي بوقع لانه اجزاء. بقسم الكبري بتاعي اجزاء وباجي في الموقع بقى لحمها. او يعني مش بقى لحمها بعملها بسبلايس بمسامير. تمام? بقى اعمل بسبلايس بمسامير. هناخد برضو تصميم ايه? السبلايس دي. الواصلة اللي بعملها في الموقع دي. بعد ما صميمت الواصلة دي بقى اوصل بقى لاخر حاجة معاية اللي هي تصميم الركايز. وبقى انا كده خلصت الكبري المعداني بتاعي. تمام? اول حاجة نبدأ بها ايه? زي ما قلت لكم النهاردة هنبدأ بلاي قوت. اللي هو فرض مبدئي للشكل الكبري وابعاده. اه اللي قوت? اه انواع الكباري طبعا اه حسب ما انتوا عرفتوا في المحاضرة. انواع الكباري اما ديك اما بوني. وفي نوع تالت اسمه سرو. اه طبعا لو دكتور ما تكلمش عنه فهو مش معاكم. الكبري الدك ده. اه اه. حساسه ايه? مميزة طبعا نوع ايه? الكبري بتاعك بتبقى الكاميرا بتاعته بتاعت الكوروس جدرة موجودة فوق. الكبري البوني. كاميرا الكوروس جدرة بتبقى موجودة تحت. ده اللي هو ايه? الميزة الاساسية يعني. طبعا كن الكاميرا موجودة فوق دي حاجة كويسة جدا. هنعرفها بعكدا في الدزاين. فبالنسبة للكبري الدك ده هو اسهل طبعا من الكبري البوني بكتير. الابعاد الاساسية بتاعته لو انا كوبري بتاعي سنجل سنجل تراك يعني ايه سنجل تراك يعني شايل قطر واحد يعني الكوبري شايل قطر في اتجاه واحد هيبقى عرض الكوبري بتاعنا من 3.6 إلى 3.9 متر طب لو دابل تراك يعني الكوبري بتاعي شايل قطرين قطر في الاتجاه ده وقطر في اتجاه تاني يعني قطرين موازين لبعض هيبقى عرض الكوبري من 7.2 إلى 10 إلى 7.4 من 10 طب في الكوبري البوني لان انا قلت لك ان الكاميرا بتاعت الكروس يدر بتاعته تحت لو هو سنجل تراك هيبقى العرض بتاعه من خمسة وثلاثة لخمسة وخمسة طبعا هتلاحظ ان ايه العروض بتزيد اكتر من الدك لان الكوبر البوني اخطر من الكوبر الدك ايه تاني لو هو ضبل تراك يعني شايل قطرين هيبقى عرض الكوبر بتاعنا من تمانية وتمانية من عشرة لتسعة متر تمام طب هو في الامتحان جي قال لي عرض الكوبر بيساوي كذا اشتغل على بعض اللي هو من دولي في الامتحان لو في الامتحان معطى عرض الكوبرى هتشتغل على العرض اللي هو من دولك في الامتحان لو مش معطى هتشتغل على العرض اللي احنا فرضناه ده يعني هتجيب عرض في الرنج بتاعنا ده وتفرضه ولكن لو اديك بعض هتشغل على البعض اللي هو من دهولك حتى لو خارج الرنج. تمام? الشكل بقى تقسمت للوحة بتاعتنا. اول حاجة بنرسمها هو Side View. سترسم في ناحية اليمين. بيبان في كل حاجة بقى انا اخدها بتفصيل دلوقتي. على الشمال بسكيل واحدة مية ترسم تحته بلان تحته بلان لور بريسنج. تمام؟ بالترتيب جدا. الاليفيجن والبلان لور بريسنج والبلان لور بريسنج كلهم واحد لمية. الSide View كل واحد لعشرين واحد لخمسة وعشرين. في اليمين كده بنعمل النوتة بتاعتنا او الهامش بتاعنا. بنكتب بقى فيه الابعات بالميلي الحديد بتاعنا نوعه كده. ايه بقى معلومات مكتوبة قدامك او انت عارفها على المشروع بتكتبها. كده يعني. المسامي اللي استخدمتها ايه الكلام ده. ناخد مثالة عليها كده معك كوبري ريل وي بريتش. بليت جردر طبعا دي سابتة بقى. اول حاجة معك ريل وي بليت جردر. دي سابتة معك الترب ده. مش تاخد حاجة تانية غيرها. مفيش انواعة تانية. هما دول النوعين. هو ده النوع اللي معك بس. ريل وي بليت جردر. وطبعا زي ما انتم عارفين. مش شرط ان هو ريل وي يبقى بليت جردر. يعني ده دي حاجة بره لمنهج. يعني بره لمنهجنا دلوقتي. ممكن يبقى ريل وي وترس. كمان ممكن يبقى ريل وي وبوكس سكشن. يعني مش شرط عشان احنا مدرس ريل وي. وبليت جردر يبقى هم بعطول مع بعض. مش شرط. احنا في المنهج بتاعنا بندرس كده. في المنهج بتاعنا الترمي ده. كل الكبار بتاعتنا ريل وي. وبليت جردر. ولكن بره عادي ممكن يبقى انواع مختلفة. ممكن يبقى الكاميرا راسية نحوه مختلف. ممكن يبقى كوبري رودوي. والكاميرا بتاعته بليت جردر. يعني عادي. تمام على حسب الاحمال والزبان بتاعك. والحل طبعا الاقتصادي والحل المسالي بالنسبة لك. ولكن الترمي ده بالنسبة لنا هنبدأ اول حاجة ايه? ريل وي. وبليت جردر. وهنتم هنكمل على كده بقت الترمي. كل حاجة ريل وي. وبليت جردر. بعد كده نعرف نوع كوبري. قال لك نوع كوبري هو ديك بريتش. قال لك انه وضع بالتراك. اللزبان بتاعه تلاتة وتلاتين متر متقسم لستة بانل. متقسم لستة بانل يعني ايه? الكوبري بتاعك بقى موجود فيه حاجة اسمه كروس جردر. تمام? البانل هو المسافة بين كروس جردر وكروس جردر اللي بعدها. دي بنتسمها بانل. تمام? اللي هي كانت مسافة اس لو فاكرين من رسمة دي اللي فوقه. هنا في المسألة بتاعتنا مدناش عرض كوبري. ما قالش حاجة على عرض كوبري. بس قال لنه ايه? ديك بريتش وضع بالتراك. فانا هفرضه. هفرضه من الفرود اللي انا حفظه من فوق. فانا خدت ايه? عرض كوبري سبعة واثنين من وعشرة متر. الدبس بتاع المينجردر. هنفرضه هو كمان. بما ان انا ما عرفش اي حاجة عن الكوبري. فهبدأ بفرض السمكات والابعاد بتاعتها. هفرض الدبس بتاعنا بتاعها على المينجردر. هفرضه. بطول الكوبري على عشرة. تمام? طول الكوبري كام? تلاتة وتلاتين متر. مقصومة على عشرة يعني تلاتة وتلاتة من عشرة متر. بعد هكده دبس الكورس جيردر هفرضه هو كمان. هيساوي اللزبان بتاع الكورس جيردر على السبعة التمانية. طب اللزبان بتاع الكورس جيردر اللي هو ايه? اللي هو عرض الكوبري. طبا عارف ان الكورس جيردر مقصومة بعرض الكوبري. فالزبان بتاعها اللي هو البي. آآ اللي هو عرض الكوبري برضو. هقسمه وعلى ساعة الثمانية. البي بتاعتنا كانت بكام? انا فرطتها بسبعة واثين من عشرة على سبعة الثمانية. هيديك الرنج بتاعها. انا اشتغلت على تسعة من عشرة متر. بعد كده الاسباسينج بتوين كورس جادر او المسافة اس اللي كنت كتبها فوق. او انا هنا كتبتها ايه? اشتغل على ايه? خليها ايه? اس او ايه? مش فرقة ايه. المسافة ايه دي? هتساوي طول الكبري على عدد البانلز. طول الكبري بتاعنا اللي هو ايه? اللي هو تلتة وتلتين متر. اقسمه على هل 오래فكرة اسبان السترينجر. ماشي السترينجر ده؟ واصل ما بين الكوروسجدر وكروسجدر تانية؟. يعني اسبانه هو المسافة بين الكوروسجدر الاول وكروسجدر الثاني. يعني ايه? يعني لما احسب الدبس بتاع السرينجر هقول لي برضه أن الدبس السرينجر بيساوي. السبان بتاع السرينجر مقسوم على عشرة. اسبان السرينجر اللي هو كام? اللي هو خمسة ونصف متر مقسوم على عشرة اديني خمسة وخمسين بن مية متر. تمام? يبقى انا كده عرفت ايه? عرفت كل حاجة بقى عن الكوبرة بتاعي. عرفت اه الدبس بكام? عرفت عرض الكوبرة بكام? عرفت المسافة ما بين الكوروز جيدر والكوروز جيدر التانية بكام? عرفت كل حاجة. اه وطبعا ملحوظة مهمة يعني. اه في الانتحان يا شباب تكتبوا كل حاجة. يعني في الانتحان عشان اه الترميل اللي فات ده في انشاءات. كان الناس بتسيب الجزء ده. مسلا يعني يعني يرتمل على الحسبة ومتكتبش. هتكتبش للدبس الكام ولا الكوروز جيدر بالكام ولا للمنجا درب الكام. ما بكتبش حاجة. تمام? لازم تكتب التفاصيل ده كلها. تكتب للدبس الكام ولعرض الكام. لما كتبتش هتنقص عليه. لما ما كتبتش التفاصيل ده بتنقص. تمام? في الفاينل هتنقص. تمام? فلازم تكتب الكلام ده كله. الرسمة نفسها بقى بتاعتنا. اول حاجة الصايد فيو. هي جات الرسمة واحدة. الصايد فيو بتاعنا بترسم ازاي? اول حاجة بابدأها بابدأ برسمة المين جردر. تمام? ونركز او في التفصيلة دي. كله على الجزء ده. ده اهم حاجة في برسمة دي. اول حاجة برسمها مع عندي في الصايد فيو هو رسمة المين جردر. المين جردر بتاعتي عبارة عن يعني ايه برضو? يعني الكاميرا على شكل حرف اي. فالكاميرا الى بن 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 يعني الكاميرا بتاعة مع اخر الكاميرا مع اخر الشفة بتاعتها قفلتها بالنون الاخضر قدامك. تمام? يعني الخط اللي اخضر اللي هو رأسي ده دي السيفنرز. السيفنرز بتاعتك. هنعرف فايدتها ايه بعد كده. يعني في التصميم بتاعنا هناخد عليها في التصميم. وهنعرف فايدتها ايه. تمام? اه بعد ما رسمنا المينجادر واللي السيفنرز عليها. هنرسم بعد كده الكروس جردر. باللون الاحمر. بالعرض. الكروس جردر دي بالعرض. واصلة من المينجادر الاولية والمينجادر التانية. اه دبسها كام? دبسها تسعة من عشر متر. تمام? اه واصلة من الاول اخنا زي ما قلت لك بعرض الكبري كله. اه ايه تاني? شايلة ايه فوقها? شايلة بعد كده التراك. التراك بتاعنا ده بقى بترسم ازاي? تفصيلة التراك نفسها ثابتة. يعني تفصيلة التراك اللي هو العرض اثنين واسة من عشر والمسافة واحد ونصف. والكلام ده كله ثابت. ما فيش فيه تغيير. والمسافة اللي تحت برضو ما بين الكروس ما بين السرينجر والسرينجر التاني ثابتة واحد وثمانية من عشر. المسافة بين السرينجر والسرينجر التاني اللي جنبه واحد وثمانية من عشر. في التراك الواحد. تمام? في التراك الواحد المسافة واحد وثمانية من عشر. بعد كده بقى هعمل ايه? رسمت ده. عايز ارسم بقى التراك الاول والتراك التاني. بما ان هو اقل الرسمة بتاعتي دابل تراك. هعمل ايه? هاجي على الكوري بتاع اللي هو عرضه سبعة واثنين من عشرة واقسمه على اتنين. سبعة واثنين من عشرة على تمام? واجي في النص كده ارسم السنطلين بتاعي. يعني اقسم كبري النصين يمين وشمال. تمام? انا عارف ان المسافة بين التراك الاول والتراك التاني تلاتة ونص متر. فياخد المسافة تلاتة ونص دي اقسمها على اتنين. اقسم التلاتة ونص على اتنين. وامشي من سنتر لاين الكبري يمين وشمال تلاتة ونص على اتنين يمين وتلاتة ونص على اتنين شمال. يبقى انا كده عارفت ايه? عارفت سنتر لاين التراك الاول وسنتر لاين التراك التاني. تمام، سنترلين التراك الأول، وسنترلين التراك الثاني، يبقى أنا كده عرفت ايه المركز بتاع التراك ده والمركز بتاع التراك ده عرفت مركزه الرسم بتاعتي سابتة، يعني الـ sleepers دي سابتة، همشي مسافة 2.6 على 2 يمين و 2.8 على الشمال من مركز التراك، وارسم ايه؟ لوح الخشب ده بسمك كم؟ سمك 2 من 10، فوقه و 1.5 على 2 يمين و 1.5 على 2 شمال، أرسم ايه؟ الريل، قضيب القطر، ارتفاع قضيب القطر ده كم؟ ارتفاع قضيب القطر 15، 15 سنطر، المسافة بينهم زي ما قلت لك اللي هو ايه؟ الـ 1.5 متر، شكله ايه؟ مش هسألك على شكل قوي، يعني ترسم الـ indication بس، indication كده لشكل قضيب القطر، مش هزبك عليه يعني او بس بقى شكل ايه؟ انت عارف شكل قضيب القطر عامل ازاي؟ تمام؟ فترسم الـ indication يعني مش هزبك على شكل قوي يعني، إنما بس بقى الـ ديبس بتاعه 15 سنطر، والمسافة بينه وبين الثاني 1.5 متر، من تحت بقى هرسم الـ stringer، الـ stringer بتاعي بترسم ازاي؟ هاجب من centerline track، وامشي مسافة 1.8 على 2، يمين 1.8 على 2، ارسم الـ stringer بتاعي، وهيظهر دامج بالشكل باللون لا زرع ده، كامرة على شكل حرف i، الدبس بتاعها كام؟ الدبس بتاعها 5500 متر، تمام؟ يعني 550 ملي، تمام؟ المنظر ده، تحت كل track فيه 2 stringer، يعني تحت كل track 2 stringer، فبالتالي هرسم 4 stringer لأن معي double track، الكوبر بتاعي double track، يعني معي 4 stringer، تمام؟ زي ما عملت في track الناحية اليمين، هقرره تاني في track الناحية الشمال، بنفس الطريقة برضو، أحسب مركز track، وارسم الرسمة بتاعتي typically اللي أنا حفزتها دي، تمام؟ كل اللي يختلف في رسمة التراك هو بس الصرينجر، يعني الصرينجر بتاعي هو دبس ويختلف، إنما اللي يسافة بين الصرينجر والصرينجر التاني، مسافة ثابتة 1.8 من 10، فالجزئة دي كلها اللي يختلف فيها من كبرى للتاني هو بس دبس الصرينجر، تمام؟ بقيت العناصر بقى اللي هو المين جردر والكروس جردر زي ما أنت حسبتها بقى. تمام يا شباب، كده أنا خلصت العناصر أساسية بتاعتي، هضيف عليها إيه؟ هضيف حاجة عليها اسمها البريسنج سيستم، فاكرين فائدة البريسنج؟ فاكرين البريسنج عموماً اللي خدناها في سنة ثالثة ده؟ حد فاكر كنا بنعمل بإيه؟ نثبت دي اللي هو الباكيات عشان ما ما يحصلش إنهيئة ليه؟ مظبوط بنثبتها بنربطها ببعض. دي أول وظيفة بنربط المين سيستم ببعض. ينصبت الكاميرا اليمين بالكاميرا الشمال. أيوة بتقاوم القوة لإيه؟ قوة الوفقية اللي جاي على الاسم. كلام محترم جداً بتقاوم القوة الوفقية اللي جاي عليها. لان جاء نتيجة الرياح. وهنا في الكبرى بتاعنا بتبقى جاء نتيجة الرياح ونتيجة حركة القطر. وحاجة كمان. قد الفكر؟ اه تعليل طل باعج. هنت كنت هتقول لها. تمام. تعليل طل باعج. يبقى ثلاث فوائز. يمكنك تساعد في الباكل انجيلينت برضو. مظبوط لو قدي تبقى طل باعج. بتقلل الباكل انجيلينت. اه بالضبط ما لاشى. تقلل الباكل انجيلينت. المحام. تمام. خلال ثلاث فائد بتاعاتنا. ان انا ربطت المينجادر الاولية بالمينجادر التانية. ربطت السيستم كله ببعضه. ربطت كل حاجة ببعض. تاني حاجة. شلت احمال عمودية. الاحمال اللي هي احمال الرياح دي. وحركة القطر. الاحمال الناسجة عن حركة القطر. وشلت. ويا ربي قال له طول الانبعاج برضو. اللي هو صغارة المسافة بتاعة الكمبريشن في الانش. ربطتها. اه اه تمام. اه ايه تاني. انا هنا كان انواع بتاعنا اللي خدناه. واحنا بندرس اه في سنة تالتة كان ابر بريسنج. لور بريسنج. اه وكان في حاجة كمان اسمها كلهم بريسنج بس دي مش معانا. مباش عندنا عمدان. فمعانا تلات انواع اللي خدناه من سنة تالتة اللي هو الابر اللور الفيرتكل. ابر لور فيرتكل. تمام? دول التلاتة انواع بتاعنا اللي نستخدمهم دلوقتي. هيزيد عليهم كمان نوع رابع. يعني انا معي ابر ولور وفيرتكل هيزيد كمان واحد. اللي هو ايه? يعني دلوقتي معي اربع انواع من البرسنج. ابر بريسنج. لور بريسنج. بريسنج. سترينجر بريسنج. تمام يا شباب. هرسم دلوقتي الاربع انواع دول. فوائدهم ايه? زي ما احنا عرفنا دلوقتي. التلات فوائد. اه اول حاجة نبدأ بها الابر بريسنج. هاجي كده من تحت الكاميرا اللي هي الكاميرا الكورس جردر. وارسم خط النقط. ده انديكيشن لوجود الابر بريسنج. ااجي من تحت خالص وارسم الابر بريسنج. خط النقط برضه من الاول الاخر. ااجي هنا وفي النص كده وارسم شكل البرسنج. اه الحدود الفاصلة بتاعتنا هي ايه? ان الشكل بريسنج بتاعي ايما كي ايما اكس. والزاوية من تلاتين لستين. تمام? ممكن كده واحد يقول لي مثلا الشكل الفيرتكال اللي هو شكل السبع ده او شكل الكل نايمة. ممكن يقول لي الزاوية كام? حد يعرف الزاوية هنا بكام? او ايه على ايه? شفتت ايه على ايه? احد يعرف? ماذا تلتمية و تلاتين ديوات على سع 4200 على اثنين. 3300 سع 4200 على اثنين. اه تمام. هي دي الغلطة اللي بقى الزماالي كان لهو عفوها التمر ولا زرينيلتها. ia مش تلتمية او مش 300 لا يوجود ج dem paar800. مش 13 و 300 سر Tanks. ام. عنتو احمان. قد صنع ايض. اه. عنتو احمان هاللي هو الكس جي تمام بالضبط. زي مالك الترمي اللي فات يعني معظمهم وقع في المشكلة دي. هم يحسبوا ويرسموا شكل البرسنج. قسموا الدبس بتاع الكبري كله. لا هو مش دبس الكبري كله. هو دبس الكبري ناقص دبس كروس جردر. يعني تلاتة وتلاتة من عشر ناقص التسعة من عشر. تمام? ده طول الرأسي. فقسموا على سبعة واثنين من عشر على اتنين. تمام? ومن هنا بقى اجيب الزاوية بقى. شفت تان بقى الرقم ده. تمام? خدوا بقى لكم عشان ترميل فاتت الناس كتير قوي غلطت في الموضوع ده. ايه تاني بقى شباب? اه زارت مشكلة تانية. اولا الزاوية بتاعتي في شكل البرسنج ده ما جابتش التعاتين وستين. هعمل ايه? جربت اكس وجربت كي وما جابتش. هعمل ايه? ممكن نقسم. اه معاك. تقسموا نصين. تقسموا نصين ازاي بقى? اللي هو هاجي من نص السبعة واثنين من عشر احط اه اللي هو بليت كمان. اوه. دلع رأسي. اوه دلع رأسي. ايه بقى طوي. مزبوط مزبوط يعني. بس مش تعمل دلع رأسي واحد بقى. انت كانت تقسموه باكتين. تمام? اه. بالزبط زي ما زمن الكوالي. هتجي هتجي كده في النص اسم باكتين. تمام? ازاي يعني ممكن تعمله اكس او كي بقى بس ايه? اه ممكن مسلا عمله شكل حرف دابيو مسلا. واخدين بالكم الشكل دابيو كده. وهم عامل ايه? عناصر رأسية اضافية كده. عناصر رأسية اضافية. زي ما اسم الكوالي هتقسم لأكتر من باكي. عناصر رأسية كده تقسم اكتر من باكي. ممكن تقسموا مسلا باكتين وعمل شكل اكس او قسم اكتر من باكي كده وعمل شكل دابيو. تمام? يجب انت اضيف كده ايه? عناصر رأسية. اضافية وتعمل عليها شكل بتاعك. بحيث في النهاية انك تحافظ على الزاوية من تلاتين لستين. تمام? ده شرط اساسي عندنا. اه. فتمام? فمش دايما يعني عشان برضو انطبعها خدوه غلط التين من فات يعني ايه? دفعة كلها غلط فيه يعني مش 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 ناس معانة. ان الشكل بتاعنا دايما كي او اكس لو مش كي او اكس ما ينفعش حاجة تانية. لا اهو ممكن تعمل ايه اي اشكال تانية. تمام? ممكن تخليه مثلا دابيو. ايه. ممكن تقسم لنا بس اكتر ازاي ان انا اقسم الاسبال عندي الاثنين البكيتين وارسمها ازاي كي او اكس جواهم? يعني مثلا في الباكية اللي اصدتك دي كده مثلا الباكية بتاعتك كم عرضها سبعة واثنين من عشرة تمام? تمام. اسم سبعة واثنين من عشرة على اثنين. معاي كده تلاتة وستة. تلاتة وستة. التلاتة وستة دي هاجي في النص هنا كده على بعد تلاتة وستة اهم جاي اعمل ضل عرقصي. ضل عرقصي. بقى عندي كده باكيتين. تلاتة وستة و تلاتة وستة. صح? تمام. بقى عندي باكيتين. مش هو كتل اول سامعة واثنين. بقى تلاتة وستة و تلاتة وستة. عمال ضل عرقصي كده اسمهم. في كل باكية منهم هعمل اكس. واخدلك هعمل بريسنج اكس. تمام. 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 كم امت دي? اه دي. طب انا مش عاجبني الحل ده. وانا برضو ما بحبش الحل بتاع اكس ده. طب ايه الحل التاني. مش هانا اسمتهم تلاتة وستة و تلاتة وستة. تمام. اسمهم على اربعة. اربعة بكات. يعني السبعة واثنين على اربعة. تمام. ايه واحد ايه واحد ايه لا مش واحد وثلاثة. واحد واحد وتمانية. واحد وتمانية. واحد وتمانية. واحد وتمانية. يبقى واحد وتمانية من عشر. يبقى سبت السبعة وتنين من عشر دي. الاربع مسافات ايه واحد وتمانية من عشرة. واخد بالك واحد تمانية واحد تمانية واحد تمانية واحد تمانية. يبقى أنا كده احتاج كم ضلع رأس اضافي؟ هيحتاج تلتة قطلة رأسية اضافية. تمام? تمام. هاعمل ايه بعد كده بقى? اعمل ايه? اعمل حاجة كدهIO بحرف الW. يعني اهمشي اضلع كده ميل وارجع في افضل عميل كمان وضل عميل كمان وضل عميل كمان. كاينني رسمت كده حرف الW. مدخل الشكل. اه او اصلي كده. تمام? اه. سأتبال لك شوية في الرسمة اللي تحت هبينها لك دلوقتي ايه زي ما تكون دي حل المتاح يعني الحل المناسب لي كامل بالنسبة لما سألتنا هنا كان شكل وكان حرف وكان كافي او انتوا جربوه وتأكدوا انا ما شاركتش علي مبدأين الاول الرسمة اللي فوق دي عنده مشكلة هنا دلوقتي حد عنده مشكلة في اي حاجة انت خلصت الرسمة دي كده خلصت بتاعنا اللي بقى سهل الرسمة دي حد عنده مشكلة فيها حد عنده مشكلة في الرسمة دي مش فيان فيها اي حاجة دي سيكشن كله يعني سيكشن كله في الصحيب ده في بس جوز تاني هقول لكم عليه كمان اه الخط اللي باللاصمر اللي فوق ده الخط المناط اللي باللاصمر ده تمام تمام ده اللي هو بقى ده اللي سرينجر بريسينج ده اللي سرينجر بريسينج تمام في واحد دلوقتي يطلع يقول لي ايه يا باش مهندس احنا دلوقتي عملنا اه ابر ولور وفيرتكال مش مش كفا دول مش بيشيلوا احمال العمودية وبيعملوا كل الكلام ده فعلا كفاية يعني هو بيشيلوا قوة كتبيرة وبيقوم معايا وكلام ده بس فيه قوة كمان اضافية انت منشو اخد بالك منها الكوة الاضافية دي جاية من ايه لو انت راسا نركب القطر انت وطبعا كلكم ركبتوا قطرات قبل كده تمام هل القطر بتهز بيك هل القطر انت ركبه بيتهز بيك ولا ثابت في مكانه ناس ركبتوا قطرات هل القطر بيتهز بيك ولا ثابت بتحسك كده باهتزاز عدد فكور كبه قطرات قبل كده مفروضي دي يعني اوه بيتهز اوه اه بتحز كانوا بيمرجحك كده بيتحرك كده عمل يتهز تمام الهز دي جا من ايه بقى ان القطر بتاعك ده طبعا داخل بلاك ان مسافة بين قضيب القطر وقضيب القطر الجنب هو واحد ونص متر فطبيعي يعني انا مش هعمل مسافة بين العجلة والعجلة واحد ونص متر تمام مش هدخل القطر حاشر يعني مش هدخل قطر حاشر جوه القضيب يعني مش هحط العجلة محشورة جوه لا ما بقىش كده احنا بايه بقى في مسافة خلوص كده بيسبوها ما بين عجلة القطر وما بين القضيب بتاع القطر فيه خلوص كده بسيط تمام الفراغ الخلوص ده بقى نتيجته ايه نتيجته ان القطر بقى بيتهز هو مش مش لازل اوي في العجلة يعني العجلة مش نازلة ايه عشي قوم عشوه مع القضيب ففي مسافة الفراغ ده بقى بتهز بقى بيروح يمين شوية شوية وكذا فتلاحظ انك ماشي بالقطر كده عمل بتهز بيك هزة طبعا مفروض هزة خفيفة يعني مش بيمرجحك بيمرجحك يعني هزة مفروض خفيفة ووضوع يعني متقاش مسافة كبيرة المفروض يعني تمام المشكلة ايه بقى في الحركة دي يعني مشكلة ايه ان القطر يروح بك يمين وشمال المشكلة انهم بروح يمين بيقوم خبط القضيب اللي في ناحية اليمين عمل له خبطة بالجنب كده زي ما انت مسلا بتخبط زميلك الجنبك بالكتفي�마 بتمايض عليريمين مسلا بتخبط زميلك الجنب Australian تخبط زميلك الحيطة في الشمال فمع حركة القطر يمين وشمال عمل يخبط في القضيب الاول والقضيب التاني رايح جاي عليه خبط د ده شوية ويرجع على التاني خبط في ده وارجع balance هزة تمام الخبطة دي عبارة عن ايه? يعني الخبطة الرازعة دي ولو يخبط ده ويخبط ده مش دي قوة بتتولد يعني فيه قوة هنا تتولد على قطبان القطر ناتيجة الحركة دي صح? تمام مظبوط القوة دي افقية ولا رأسية? القوة اللي بتتولد دي افقية على قضيب القطر ولا رأسية? عد عنده فكرة حد متخيل? ايه? افقية مظبوط طالما قوة افقية يبقى لا ضيب مش هتشيل هيبقى ضيب القطر والكلام ده اللي اللي نعملها دي كلها مش هتشيل صح? احنا تفاني ايه ده بشي الاحمار الرأسية بتاعنا الاحمار الرأسية. الاحمار الافقية دي بقى اللي ناتيك في الرياح وهزت القطر والكلام ده بقى لها حاجة اسمها بريسنج سيستم. تمام? فبسبب الحركة اللي بتحصل القطر دي الحركة اللي هتشيز هي دي والتخبط اللي بيحصل يمين وشمال في قطبان القطر بتتولد قوة على قطبان القطر. ناتيكتها ايه? القوة الفقية دي اللي بتتولد دي لازم عمل لها حاجة تقاومها. ايه? ايه هي الحاجة دي? البيريسنج سيستم ده اللي هو اللي بسميه بريسنج ده. اللي هو بريسنج في مستوى اللي بلون اللي اسمر ده. تمام? وليه تصميم برضو يعني ليه تصميم. تمام يا شباب? فانا عرفت كده ايه? عرفت ان انا بستخدم كمان زيادة عن اللي بريسنج سيستم اللي كنت بعملهم في سنة تالتة زودت حاجة اسمها. ايه وعرفت في ديتها ايه? وعرفت بشير كوة عاملة ازاي? تمام يا شباب? كده انا خلاص السيد فيو. حد عنده مشكلة في السيد فيو. حد مش مش فاهم حاجة. منقل على بعده? منقل على بعده? حد عنده مشكلة? بس هو تطويل يعني. منقل نقل على عشان. ماشي. بعد كده نكمل بقى في. بتاعنا بيترسم ازاي? بنبص على كوبرة طبعا من الجنب. ايه اللي هنشوفه من الجنب? هنشوف اول حاجة الركيز. هنشوف بعد كده شكل الكاميرا بتاعتنا. شكل الكاميرا بتاعتنا اللي هي شكل حرف اي. بعمله ازاي? بعمل خط فوق كده بالاسمر اهو. خط فوق خط تحت. ده ايه? بالكاميرا بتاعتنا اللي هي. الكاميرا الرأسية. المنجردر. المنجردر بتاعتنا دي. الدبس بتاعها كام? الدبس بتاعها زي انا حسابته. تلاتة وتلاتة من عشر. في المسافة تلاتة وتلاتة من عشر. جيت اعملت حاجة كمان. جيت من اليمين والشمال عمل بروز مقداره من تلاتة من عشر لخمسة وتلاتين من مية. انا واخد بالك من بعد الركيزة يمين وشمال. طلعت كده ببروز تلاتة من عشر لخمسة وتلاتين من مية متر. اللي هو تلاتين لخمسة وتلاتين سنتي. تمام يا شباب? فدي اول حاجة لحظناها. رسمنا الكاميرا بتاعتنا من الاول الاخر. خط تحت او خط فوق. وطبعا في النهاية قفلناها. يعني قفلنا القطع بتاعنا بقى. نهاية الكاميرا مليون وشمال. فظهر قدامنا شكل مستطيل اصمر. تمام? ظهر قدامنا شكل مستطيل اصمر. مش معندس. ده ايه? ايه. الملف بتاعنا نقص فيه حاجات عن حضرتك تشرح. الرسمة دي مش موجودة عندنا. اه تمام هزبطها لك. هو الملف بتاعكم فيه رسمة جات على رسمة. اه وفي برده كليه يعني ازبطها وابعتها لكم ده كان اول سكشن عملناها الترمي اللي فات. يعني اول بداته الانلاين ده كان اول سكشن. عش كده فيه تفاصيل كتير ما جاتش ايه? ما كناش لسه خدنا بالنا منها. حتى تلاقي ان الانيميشن والكلام ده ايه? كان لسه بدائي شوية. اه هزبطها لكم ان شاء الله وابعتها لكم. تمام? وفيه بس رسمة جات على رسمة. اه 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 تمام دي. تمام? بشمانت. وفيه محد بتكلم فيه. ايه. ايه قبل حرك ايه لسمة البروز اللي حدرك عملته ده? ده بس بروز يعني او بص الطريق بتاعك او اضيب القطر بتاعك يعني ايه? اه لما تيجي تسلم لسكة القطر العادية من الكبري. مش فيه يعني ايه? مش هتعمل جسم الكبري على طول على اول الطريق. يعني مثلا انت 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 حفرت وعملت ركيزة وعملت مش عارفة. مش تعمل ركيزة بالزبط بالزبط يعني ايه? على وش على وش الارض. يعني انت عارف بداية اللي ايه? يعني انت مثلا جاي على عاك مائي. عاك المائي بتاعك. عندك عاك مائي. وعملت الكبري بتاعك هنا. تمام? فيه القطر كان ماشي الاول على الارض عادي. وبعد كده اجي على الكبري. ما ينفعش تربط الركيز بتاعتك بالطريق على طول. تعملها لزقة في الطريق. لأ. لما تجي تعمل الركيزة بتاعتك اللي تحت دي كده. هتلاقي محتاجة عرض كبير. يعني محتاجة عرض. محتاجة مسافة من تحت. بتفرش من تحت. واخد بالك ان هي شكل عاملة شكل المسلس كده. يعني يا مندبابة من فوق ولكن بتفرش من تحت. صح? بتفتح كده من تحت. فهي عايز عرض من تحت. مش هتعرف تعمل العرض ده غلما تسيب مسافة فراغ شوية. عشان تعرف ايه تعمل في راكيزة بتاعتك. طب الفراغ اللي انت سيبته ده تعمل في ايه? مش لازم تمد كبر البرة شوية عشان ايه? هيشيل القطر مش فيه قطر هيعدي. هتسيب له فراغ مثلا ثلاثين وخمسة وثلاثين سنت هينط. مش هينط. يعني قطر مش هيجينة ونط. لا. انت هتقوم عامل ايه? هتطول الكبر بتاعك شوية. هتطول الكبر بتاعك شوية بحيث ان هو ايه? شايل جسم القطر. هو بقى اللي شايل مكونات القطر في الجزء ده. الخمسة وثلاثين سنت دول هو شايل مكونات القطر فيه. انت مضطر تعمل بروز ده لانك ايه? مش هتعرف تعمل الركيزة لزقة في الارض على طول. لا انت عايز لها مسافة عشان تفردها فيه. فعملت البروز. عملت البروز ده هتغطي البروز ده بايه? بانك تطول الكبر بتاعك شوية. مسافة بسيطة يعني خمسة وثلاثين سنت. مش مسافة كبيرة يعني. وبرضه انا اخذ التصميم بتاعها ما انت يلاقوشين. تمام? هل كده جاوبت على سؤالك ولا مش فاهم لسا? لا تمام. نكمل بعد ما رسمنا كده بتاعتنا المستطيل اللي قدامك ده بنالله اسمر. نعمل بعد كده ايه? نبدأ نحط الكروس جردرز. الكروس جردرز يفوق ولا تحت الكور بتاعي ده دك. الكروس جردرز بتاعتي بتبقى فوق. بتتكرر كل مسافة ايه? احنا حسبناها بقى من فوق. خمسة ونص متر. فكل خمسة ونص متر بحط الكروس جردرز بتاعتي بالدبس بتاعها بالسكيل بتاعها. تمام? آآ كاميرا شكل حرف اوي بالشكل ده كده. آآ انا بصراحة ما بحسبش قوي على العرض الكاميرا يعني. انت عايز تخش جدوى القطعات. وتجيب قطاع منهم مسلا يعني مسلا دبس الكاميرا بتاعك هنا مسلا كان كامل? كان تسعة من عشر مسلا. ممكن تخش جدوى القطعات وتدور القطعات بستة سعة من عشر. تمام? ما لقيتش يبقى استخدم قطع بالطب. بس يعني عموما يعني لو انت مسلا عايز تشوف عرض الكاميرا كام? ممكن تخش جدوى القطعات وتختار قطع منهم وتجيب عرض القامير بتاعتك ده كام? ولكن بالنسبة لي انا ما بحسبش عليه. بالنسبة لي انا كتصحيح ما بحسبش على موضوع عرض الكاميرا ده. لانك انت لا تسعي يا لسه ما عارفش القطع ده قطع ايه. فبالنسبة لي ارسم قطع بس شكل حرف اي وارسموا شكله منطقي شوي يعني 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 يا دبس بتاع بتاعه بقى منطقلي. دبس بتاعه بقى دبس انت حسبه. وعرضوا منطقلي. مش صح بس منطق.ش اقولك يعني بالزبط. آآ بعد ما رسمت الكورز جير لتاعنا كل مسافة 5 ونص متر بالشكل قدامك ده، هقفر الشكل بتاعي بالسفنارات، هحط السفناشتinally للسفنر مسلاً، من 1.5 إلى 1.9 segundo 10 Bomb في الغالب يعني بقى 1.8ม في الغالببة نهض 1.8Mm مثلا هو في ريجي بتاعك من 1.5 مثلاً ل 1.9 هتحط السفنر بتاعك Using the Net هتلاحظ طبعا ان في اول باكي خالص عند الركيز انا حطت الصفنر باللون الاصمر يعني الصفنر اللي في الاول الفوق الركيزة بالزبط اللي فوق الركيز هو الصفنر عادي يعني زي زي باقيين الصفنر ولكن مميز شوية ان القطاع بتاعه بقى كبير بقى ضخم في غسمين من القطاعات اتعرفوا ليه هو ضخم كده بقيت الصفنرات رسمتها باللون الاخضر تماما. وطبعا لازم يكون موجود الصفنر تحت. لازم يكون موجود الصفنر تحت كروز جردا. البقين بقى بتقسم المسافات. يفضل يعني الخليها واحد من تمان من العشر مع تمان من العشر واكذا. ايه تمام يا شباب. او بعدة تحط بقى بتاعك. الابر بت basement تحطه فوق. الابر بت بتحطه البريسنج تحت. بتحطى في الاول وفي الاخر. ولو المسافة زادت عن خمسة وتلاتين متر. بتحط واحد في النص. تمام. كده بتاعنا انتهى سكيل واحد مية. تمام. آآ بعد كده البلان بتاعنا. البلان فور الابر بريسنج. البلان بتاعنا انت مطلوب منك تبين بلان موجود في الابر بريسنج. آآ هنا في بقى مدرستين. في مدرسة بتقول لك ايه? ارسم الابر بريسنج في بلان لوحده. وارسم كمان الابر بريسنج في بلان لوحده. تمام. في ناس بتقول لك كده ارسم ده لوحده وارسم ده لوحده. لكن احنا في الكلية هنا متعاودين ان احنا نرسم البلان بتاع الابر بريسنج مع البلان بتاع الابر بريسنج مع بعض. تمام متعاودين على كده. بنوفر وقتها حتى في الامتحان. فانت بتعمل ايه? بتعمل تكتب البلان بتاع الأبر بريسنج بتقوم جاي رسم الرسمة بتاعته. في كل الباكيات ترسم الأبر بريسنج معادة آخر باكيتين. تمام? يعني انا جيت هنا هرسم الأبر بريسنج. في كل الباكيات معادة آخر باكيتين هرسم فيهم سترينجر بريسنج. تمام يا شباب? اه. لو انت مش عاجبك الدكتراح ده ممكن تعمل بلان تاني وترسم فيه السرينجر برسنج الواحده. لو مش عاجب اتباك الموضوع ده. آآ سمح مرحيم. آآ بقى نعمل بقى البلان بتاعنا نشوف الاسقاط الاول. الخط الاسمر ده هو اسقاط للمينجردر. يعني الخط الاسمر من الاول الاخر ده بما فيه البروز اللي هو تلاتين لخمسة تلاتين سنتي مليمين والشمال. ده اسقاط للمينجردر بتاعاتنا. تمام? عمودي عليه اسقاط الكورس جردر بلون الاحمر ده. عملت بلون الاحمر اسقاط الكورس جردر. تمام? تمام? بعد كده عملت ايه? عملت بتاعي اكس او كي تلاتين لستين. تمام? اكس او كي تلاتين لستين. تمام يا شباب? رسبت بتاعي. جيت بعد كده ايه? اه هرسم البلان فور سترينجر بريسنج. هرسمه ازاي? اول حاجة هرسم لسترينجر. انا كان معي ايه? دابل تراك بريتش. يعني دابل تراك ديك بريتش. يعني معي اربعة سترينجر. اتنين في باقة اتنين في كل باقة منهم. اتنين في كل تراك. فهرسم هنا اربعة سترينجر بالشكل ده. باللون الازرق ده. وطبعا بسكيل. اه قرارهاك تاني بسكيل. اللي سمدك كلها شباب بسكيل. ما حادش رسم كروكي. ما حادش رسم كروكي هتنقص. تمام? هنبسم كاد بإذن الله يا بشفالد. اه لا يا كاد ممنوع. الكاد بتسلمه لبعض. لا الله يا الله. يعني بعمل الكاد وبيديري التاني يعدل فيوها كزا. لا لا. وغير كده كمان يا بشفالد. انت في الانتحال ترسم بإيدك يعني. انت تتجيش الاخر في الانتحال بترسم بيدك. يبقى احسن لك ترسمها دلوقتي بيدك. هتبقى اتضربت نفسك على الاقل مرة. يبقى على الاقل مرة. يعني قبل ما تخدش الفهندة ترسم بيدك. ايه? تعب والله. مش عايب. مش عايب. تعبينك احنا عارف. يعني اخي التيم يعني خلانا يعني بنزوء التيم ده عشان يعاد والله. ترمي بقى اندرسة كل سامن طيب يعني. وانتوا طيبين وكل سامن طيبين رمضان خلاص داخل علينا. ايام مباركة. فخير انتوا دفع شافة الدلعة يعني شافة الانلاين. انا خاف عليكم بس يتقال عليكم دفع كورونا يعني. خاف عليكم من كده. احنا نتخرج بس هندسة وقولوا علينا زي ما تقولوا. اي يقولوا اللي انتوا حابينه. بس اما حاجة نتخرج. لا ان شاء الله تتخرج ما تلاقش ان شاء الله. يبقى تلمي كويس ان شاء الله. خير يا بشواند ان شاء الله ده خمس مواد دي يعني ان شاء الله هيبقى تلمي كويس. ان شاء الله. نكمل. ان شاء الله. نكمل. دلوقتي بعد ما رسمنا هنا السترينجر. اربعة سرينجر. باللون لا زرق كده. هنرسم عليهم بقى دلوقتي السترينجر بريسي. ظهرت المشكلة اللي كنت بتكلمكم عليها فوق. لو انا جبت اكس من الاول الاخر هنا مش هتسايف في تلاتين الستين. لو انا عملتها اي كي برضو مش هتنفع. مش هتجيب تلاتين الستين. فاضطررت اعمل ايه? زي ما قلتلكم بفوق. جيت قسمت المسافات. هنا قسمتها مثلا المسافة دي كانت خمسة وتمانية من عشرة. كانت مسافة دي خمسة وتمانية من عشرة. قسمتها على ثلاثة. تمام? ثلاث باكيت. واخدين بالكم. اه وقمت جاء ايه? عملت الخطوط الرأسية بالمنظر ده كده. في الخطوط الرأسية دي بعد كده قمت جاء ايه? مقفل الشكل بتاعي بقى بالمنظر ده. قطلع دي جونال كده. يعني انا عملت قطلع رأسية كده قسمت المعنزل بتاعي. لثلاث باكيت بالشكل ده كده. بعناصر رأسية. وامت جاي مقفله كده كأنني برسم ايه? كان بقى عمل حرف الو كده. او برسم سبعة وتمانية. سبعة وتمانية. وقع كزا. بالشكل ده. ده حقفضي على الزو dosaatين اله laboratory. او طبعا في المتحام في المسافات والكلام ده يعني ايه؟ حاول تخلي المسافة انت قسمتها قريبة من واحد و تمانية من عشرة. يعني حتى مش هو لك حاسبات او كده يعني. او انت طبعا تحسبها وتشوف الزوية بالضبط كام يعني. بس انا في الحاجات دي بيحاول اخليها قريبة من واحد و تمانية من عشر. بحيث ان تبقى ايه? واحد و تمانية من عشر أفقي واحد وتمانية من عشر رأصي. يعني لو معرفت الشعان عادي، خليها قريباً من واحدة ثمانية من عشر. تمام؟ بحس أن تبقى الزهوية بتاعتك قريباً من خمسة واربعين. 에ee بعد ما الرسمت بقى القاطلاء بتاعتك دي اللي هي تمانية او سبعة وهكذا يعني بتعمل كده فوق وتحت على ده وده. اللي هيتبقى لك بس في الرسمة بتاعتك بتاعت البلان في الابر برسنج هو الوريكال بريسنج. الفيرتكال بريسنج ترسمه خط النقط في الاول وفي الاخر في اول باكية واخر باكية. واللزبان بتاعنا هنا كان 33 متر يعني اقل من 35 فمش يحتاج اعمل واحدة في النص كده بس فقط لغير بعدك هتحط الابعاد بتاعتك الابعاد طبعا كلها بالملي كل الابعاد بالملي كل حاجة بقيت هتحط الابعاد بتاعتها العرض الكبري كان 7 و 2 من 10 وعرض التراك واحدة و 8 الباكيات 6 في 5 ونص 33 متر كل طبعا كل ده بالملي يعني 33 ألف ملي كل حاجة بالملي تمام spiritually ااا بالسلام اللي بعدها البلان اا لور بريسينج الوور بريسينج اا تراك أن ت periodicbujiro الساught الابعاد بريسينج نفس الوضع اللي نرسم접ه يعني هنيجي برضو هنا هنرسم الااا ااا اأول حاجة المين جيردر بالخطها لأسمر ده ومع البروز يمينه وشمال بعد كده هنا نيجي هنكتشف ان ما عندناش تحت. القروس جردر موجود فوق بس. ده اول فرق اهو. يعني هنا اكشفنا ان احنا مش هنعرف محط قروس جردر للأسف. انا فيش قروس جردر قصة تحت. فبالنسبة لي هرسم البتاع ده من غير ما حطه قروس جردر. ما حطه اضل عرقصة تمام. هيبني بس هنا ايه مشكلة. الشكل بتاعنا ده كده. لو انت رسم زي ما انا رسم كده اكسات. لو انت رسم بتاعك اكس بالشكل ده كده. وفي النهاية الاكس بتاعتك دي قفلت مع الركيز. يعني هي قفلت مع الركيز. يعني البلان بتاعك ده. البلان اللي قدامك ده. موجود في كاميرا كيزة. موجود في اربع ركيز. صح? فاول القامرة اللي فوق دي باليمين والشمال. يعني في القامرة اللي فوق دي في يمينها وشمالها في ركزها في اليمين وراكزها في الشمال. القامرة اللي تحت. في ركزها في اليمين وراكزها في الشمال. فاول القبري. مزبوط? عند كل كاميرا فيهم في ركزتين. يعني كل كاميرا فيهم مش هل على ركزتين. فانا بالتالي يبقى معي كام اربع ركيز. صح ولا غلط? صح ولا غلط معي ولا مش معي? مزبوطة مش مانس. تمام? معي كاميرتين. كل كاميرا فيهم مش هل على ركزتين. يبقى معي كده اربع ركيز. الكاميرا اللي فيه هو ركستين والكاميرا اللي تحت ركستين. فأنا كده عارف ايه? ان ركيزة بتاعتها موجودة في ان؟ في الكورنر ده. يعني عند التقال الاضلع كده زي ما انتم شايفين. عند التقال الدياجونال ده مع الاضلع ده. عند التقال الاضلع ده كده. ركيزة هنا. وركيزة تحت هنا وركيزة هنا. وركيزة تحت خالص كده. اللي هو جنوب شرق. تمام. في كل ركن في يوم ده في ركيزة. تمام? بتاعي هرسمه بقى اكس او كي على حسب الزوية تلاتين لستين. لو بتاعي في النهاية يقفل معي بحيث ان الضلع الدياجو ان بتاعي ده رابط مع الركيزة. يعني قابل للركيزة. يعني رايح على الركيزة بالشكل ده كده. يبقى كده الرسمة بتاعتك تمام وتعملش حاجة. تمام? يعني الرسمة بتاعك هتكتفى بكده. تعمل الاكسات بالمنظر ده كده. وفي النهاية الاكسات هتقفل مع ايه? هتقفل مع الركيز. هتقفل مع ركيزة في الاخر. يبقى انت في الاخر الحمل اللي الركيز دي شايله? او الحمل اللي بتاعك ده شايله? هيروح فين في الاخر? هيروح على الركيز بتاعتك. تمام? طب لو كانت النهاية بتاعتك مش على الركيز يعني ايه? يعني جات في الاخر رسمت بتاعك وقفل معك على الضلع الاخير ده. يعني شايف الضلع الاخير اللي عندك ده في اول الكوبري? شايف الضلع في اول الكوبري ده? لو بتاعك ده جاي مع عمل حرف كي معاه. يعني لو بتاعك جي في اخر الكوبري في اول وفي اخر كوبري عمل شكل حرف كي. تمام? يعني نهاية بتاعك مع ايه? مع الضلع الفيرتكال. تمام? هيحصل ايه بقى في الحالة دي? في خيالك كده هيحصل ايه? لو بتاع الجاه نهايته كانت عاملة شبه حرف كي ومع الضلع الفيرتكال ده. صح. طيب عرفت من ايه بقى. دكتورة. فعلا هيقلل بسوستن. بالحس الهندسي. دكتورة على في المحاضرة. دكتورة على في المحاضرة. اتكلم عنها. حتى الدلالة في النص ده غالبا ملوش لازمة حالية. حالية ملتنكرش. ملتنكرش لقتها طبعا ندازة كاملنك حتى لو مكنتش عالك وتتعرفها. حتى لو مكنتش عالك وتتعرفها صح? طبعا. كله بيحس بيها يعني. بيبان انها لو حصل لو حمل جانبي البضلاء كلها يعني فيش حاجة قوانا. هتضم من جوة وتفتعلها. المشكلة ايه في الركايز? انت ضامن ان الركايز ما تتحركش. الركايز ركايز. اسمها ركايز. صبرت. صبرت انا ملحة من الحركة. انما الكاميرا بتاعتك لو جيت نهات معك على ضلع الرأس ده ما ضلع الرأس ده كاميرا. يعني الضلع الرأس اللي في الاخر ده يمنه وشمال ده كاميرا. الكاميرا بتتشكل. يعني وقت باقي الكاميرا بتتشكل. يجع عليها حمل افك ايه ما هتتشكل. يعني حصلها دي فورميشن. دي فورميشن افك وكده. هتشكل تفتح. هتفتح لبرة. طب طيب ما فتحت لبرة يبقى مش ركايزة بقى. يبقى لعب عيالي. يبقى الكاميرا تتحرك ايه بقى. او السوست. يعني الحملة ييجي. اضلع الدائجون تتحرك. في الاخر المفروض ان هو يبقى صبورت ليهم. المفروض يمنع الحركة دي. بيتحرك معهم. بيتشكل معهم. فبقيت عاملة زي السوست. ايه اللي يمنع الحركة دي? هو اللي سابيلتي من برده. شايف الدلع اللي في المصر ده كده. ده اللي يمنع الحركة دي. تمام? لان هو عشان يحصل كده المفروض ده ينهار. يعني عشان الحركة دي تحصل. المفروض ده كده ينهار. طبعا اتا مش ينهار. انت هتصمم ان هو يبقى قوي ويشيل حمل. فالضلع ده مش هينهار. تصميمي وكده هزبطه يعني. هخلي القطاع قويس. يقوم وهامنع اللي هيردم. آآ فبالنسبة للضلع للستبيلتي اللي في النص ده. في الحالة اللي قدامنا دي ممكن ما احطوهش. تمام? في الحالة اللي قدامنا دي ممكن ما احطوهش. براحتي يعني الاستبيلتي المنبر اللي انا احطوه في النص ده ممكن ما احطوهش. انما في حالة ازا كان بتاعي في النهاية منتهي بكيه? لازم تستخدمه. لازم اجبالي تستخدمه. تمام يا شباب? يعني لازم في النهاية تحطلي الاستبيلتي المنبر ده. لو انت عامل كيه? لو مش عامل كيه بقى فاختياري بقى. لو انت عامل اكس المنظر ده فمش مش مجبر انك تحط. تمام? فاهمين الجزئية دي? وطبعا فاهمين موضوع حركة الياي والكلام ده. تمام يا شباب? عرفته فايدة واعرفته بنستخدمه امتى? تمام يا شباب? حد عنده مشكلة في موضوع الاستبيلتي المنبر ده? زي ما قلت لكم لازم في النهاية ينتهي بحاجة سابتة. يا اما تحطولي ضلعة ايه? يمنع الحركة اللي ممكن تحصل. يمنع حركة السوستة دي. الضلع الاستبيلتي ده هو اللي يمنع حركة السوستة. هيجوا تحركوا وكده هيمنعهم. هتطلبوا حاجة كده قوية كده يمنع الحركة. يجي تشكله ما فيش ما هتحركوش. انما لو شلته وانت كنت في النهاية عامل حرفك كده هتلاقي بيتحرك عادي سوستة. تروحوا يتيجي. تمام? انما في الحالة اللي معنا دي مختلفة في ايه? مختلفة في النهاية عندي في نهايات البريسنج بتاعي مقفل مع الركيز. فكده كده هو مقفل مع الركيز. الركيز ما تحركش. انت لو ركيز بتاعتك متحرك يبقى الكبري النهار. تمام? فأنت اساسا فارد الركيز ما تحركش. انت صمم الركيز انها ما تحركش. نزوا لي دي نقطة سبت. دي نقطة كده نقطة سبت. نقطة ركيز نقطة سبت. لو هو مقفل مع الركيز فهو نقطة سبت. لو مش مقفل مع الركيز. لو البريسنج بتاعك مش مقفل مع الركيز. يبقى تحط. تمام يا شباب? حد دة عنده مشكلة? حد مش فالما إيه خادت للسبللتي منبر? معايا ولا أيه? أنا مش مرضي بحطة في النص بس مش احط مين مش مال. لا انت ممكن تتافي بواحد انت بالنسبة لك الاساسي واحد طبعا لو جات لك الباكيات بتاعتك مثلا ايه عايز تحطي بزيادة هو طبعا كدزاين مش اقول لك حاجة كدزاين اقول لك لا انت حاطت اضلع بزيادة انما مثلا ممكن الدكتورو قال لك ايه يعني انت مش ايكونوميك اخد بالك انا ممكن لو انا قفلت مثلا بكي من ناحية واكس من ناحية تانية اما هي تبقى نفس الحال بالمفروض لا ما تحطش مفروض برضو في الحالة دي ما تحطش بس يعني انا محبش كده بصراحة تمام يعني ايه انا اخدت بالشطة انا انا احب انها تبقى اسمتريك يعني مش فاكر حلقة زي دي قبليتني بس انا احب دايما انها تبقى اسمتريك لو انفع تخليها اسمتريك خليها اسمتريك تمام تمام حاجة كمان يعني بص ممكن ساعات الباكيات تبقى عادته زوجي ممكن الباكيات عادته زوجي هتعمل اللي بقى في الحالة دي هرحله يمين او الشمال بالزبط هتجي بقى الدولة بتاعك ده مش لازم تحطه في النص مش اكباري انا في النص يمين او الشمال تجي في النص كده الباكية دي اختار الباكية دي او دي تمام تمام ما مش فانس ولم انت منتهي زي ما قلتلك ايكس وربطه مع الركايز ممكن ما تحطوهش لو انت عايزة تماما ايش مانز? ايه ينقصوني لو انا محططوش لازم يتحطي ايه. اخسرك في حاجة. ايش مشكلة? طب لو مثلا لو طول الكوبري مثلا خمسة وثلاثين متر منطقة كده كده هتحطه. لو طول الكوبري بقى خمسة وثلاثين متر عشان هتحط كمان يعني. يعني لو وصل الكوبري لطول خمسة وثلاثين متر لازم احطه. اه هتحط بقى اللي هو البرتكال بريسنج. فالبرتكال بريسنج محتاج دلعة تحت. فالبرتكال بريسنج انت اواخد بلاك ان الفيرتكال بريسنج الحرف السبعة ده مش كما اقفل ما اضلع من تحت. تماما. فالبرتكال بريسنج انت كده هتيجي في نصف تحط دلعة كمان. لكن لو كان على شكل اكس مش محتاجة احط الدلعة. لو على شكل اكس اه. تمام جيد. بس انا افضل برضو يعني كدزاينر كحس تسميمي بقى زي اللي عندك وده لا افضل احطه. انا كدزاينر بقى وكده لا افضل احطه. تماما. عشان هيساعدنا في الاحمال ديت وبالمره يبقى يزبطي ازاوية تماما. وهيزبط لك ازاوية هيساعدك برضو في التربية. تربية داف داف. يعني تربية مينسلسة بقى يبقى كده البريسنج بتاعك ككتلة واحدة كتراص مربع كده. ده التراص انا بحبه بقى. ده التراص القوي اللي انا بعتمد عليه. ده هو الشكل المربع المتقفل ده. انما اضلع طائرة في الهوى دي ما بحبهاش. ما بسترحلهاش. تماما. لازم الشكل المربع في النهاية. ده برضو حس تصميمي يعني. زي اللي معاكوين. ربنا نسرع بحس اللي معادي. خير خير. في النهاية بقى ما ننساش طبعا نحط الفيرتكال بريسنج في الاول وفي الاخر. واحد كده في الاول واحد في الاخر خطب نقط بالشكل ده. اه وكده بس نحط بقى بعد كده الابعاد بتاعتنا. اه بالملي متر وكلها. وفقط لغير كده وانتهى القطعة بتاعنا. تمام كده افلنا الشكل بتاعنا بتاعة الكوبري بتاعنا والمسالة بتاعتنا انتهت. ناخد بس كمان مسال تاني على على الكوبري اللي هو البوني بريدش. طبعا الدباجة الاولانية ريلوي بريدش بليد جردر خلاص سابتة معا. اللي يختلف ايه بقى من اول هنا? البوني بريدش. سنجل تراك. اللي زبان بتاع واحد وعشرين متر متقسم لخماز باكات. نفس بقى اللي عملناه ما ادناش عرض الكوبري فانا فرضته. فرضته بكان بخمسة واربعة من عشر. واخد بالك في المسألة ممكن يبقى مدهالك عشان يثبت الحل عليك وكلكم. اداك عرض الكوبري فانت ملزم بالعرض اللي هو مدهولك. الدبس بتاع المينجردر اللي زبان على عشرة. واحد وعشرين على عشرة. بيتساوي اتنين واحد من عشرة متر. طبعا انت شايف العروض ازاي يعني اتنين واحد من عشرة اتني متر. العرض اللي فوق يعني الدبس اللي فوق كان تلاتة وتلاتة من عشرة متر. يعني الاتفاعه اكتر من الاتفاع شقةك. عشان بس متخيل. احنا بنتكلم في سكيل عامل ازاي. الاتفاع الكاميرا اللي كانت فوق دي. تلاتة وتلاتة من عشرة متر كان اكتر من الاتفاع الشقة اللي انت قعد فيه. واخد بالك فطبعا بتكلم في سكل كبير يعني بتكلم حاجة ضخمة. بعكاة دبس كروس جيردر عرض يعني عرض كوبري على سبعة لتمانية يعني خمسة واربعة على سبعة لتمانية. دينا تمانية من عشرة متر. اللي بتكوني الكروس جيردر اللي هو المسافة ايه? هتساوي. اللي على النمبر يعني واحد وعشرين على خمسة. هيدينا اربعة واثنين من عشرة متر. نحسب على كده هيساوي المسافة ايه على عشرة يعني اربعة واثنين من عشرة. على عشرة هيدينا خمسة واربعين من مية متر. تمام? عرفت اللزبانات وعرفت كل حاجة. احطها زي ما هي كده. زي ما هي وما انساش اكتبها في الامتحان. ما انساش اكتبها في الامتحان. تمام? دي بس هنقف. دي واحدة. رائع 때ية حiqué اكتبها ويفióهمكم. خلIA عشرة 6 0 9 56 2 اشتركوا في القناة 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 اللي بقيتنا بس هو الثرينجر بليسنج في رسم الثرينجر بليسنج يمنون الأصمر في مستوى الثرينجر تمام؟ حد عنده مشكلة يا شباب في الجزء ده؟ حد عنده مشكلة في الجزء ده يا شباب؟ حد عنده مشكلة؟ تمام؟ لسه بقيت على فكرة تقريباً السكشن كده خلاص يعني بقى كده حطنا بس الأبعاد عليه وخلاص ده السايد فيوز كيل واحد العشرين وواحد الخمسة وعشرين بقى نفس الفكرة برضو جيت رسمت الركيز امتد يمين وشمال تلاتين خفزتين سنتي رسمت الكاميرا بتاعتنا خط تحت وخط فوق الانديكيشن ده قفلتها من الآخر طبعاً فعملت لي شكل مستطيل المستطيل الأصمر ده هو ده الكاميرا بتاعتي بعد كده رسمت الكروس جردرز عملتهم طبعاً تحت بقى في المستوى السفلي بالشكل ده كده مقررين كل مسافة اربعة واثنين من عشرة متر بالشكل ده كده تمام بعد كده عملت السفنرز السفنرز بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا بقى كرر كل مسافة وطبعاً لازم يبقوا موجودين عند الركيز ولازم موجودين عند الكروس جردرز تمام ايه تاني؟ هتاخد بقى لكن احنا عملنا السفنر اللي في الاول عند الركيز والسفنر اللي في الاول في الاخر ده اللي عند الركيز على طول عملنا برضو بلون لازم موجودين ده بس مش حاجة يعني ده انديكيشن بس ان السفنر ده السفنر ده مميز السفنر بتاع الكروس جردر ده مميز يا رب السفنر اللي عند الركيز ده مميز تمام؟ بيبقى قطاعه كبير شوية فأنا بس ميزته باللون ده بس ميزته باللون يعني عشان ما حصلش لغبطة ما بينه وما بين جسم المنجردر الخط الاسمر اللي فوق ركاز على طول ده ده السفنر ده السفنر ولكن قطاعه مميز هنعرف بعدين قطاعه ايه ويصمم ازاي؟ حاجة كمان يا شباب الدكتور اتكلم على الهروزونتا للسفنر الدكتور اتكلمك على الهروزونتا للسفنر؟ الدكتور اتكلمك على الهروزونتا للسفنر؟ لا ما جابش سير التواجبات احنا طبعا نتكلم عنه باستفادة في الدزاين يعني هنصممه ولكن معرفة مبداية كده يعني الهروزونتا للسفنر ده بتحط على حسب اللسبان طبعا ده اعتبرتني في الدزاين وهكذا بيأثر معايا في الدزاين والقطاعات والكلام ده زي ما اللي حطت الهروزونتا للسفنر رأسي كده بحط الهروزونتا للسفنر افكي بحط الهروزونتا للسفنر افكي بحط كما هروزونتا للسفنر او اتنين من العشرة ارتفاع. تمام? هناخد الكلام ده طبعا في الديزاين وهنعرف المسافات كان بالزبط والكلام بتاعنا كان بزبط. وبنحسب السمك ازاي وبنصم ازاي وكلام. ولكن مبدايا انا معارفين ان الفرتكال للصفنة ده اساسي. وممكن كمان ينضف عليه هورزونتا للصفنة. بيترسم ازاي عليه? بيتحط افك. يعني خط افك. خط افك كده. اه تمام يا شباب? اه تحط طبعا الابعاد والكلام ده ومنتنساش طبعا تحط اсят بعدا كده ليلان فور لور بريسنج. اه الولور بريسنج بعد ما خططه في تخط النقاط هاشوفه بقى في اليلان. اه قداما舏 طبعا طريقين يقاماترسم بيلان فور لور بريسنجentes لان ترسمهم بفضل ايه? وماتنين مع بعض هترسم اليلان كل الباكيات اه ولور بريسنج وفي اخر باكتين ترسم. هترسم اول حاجة طبعا المينجردر. المينجردر بتاعتنا ترسمه بخط الاسمر ده. بعدك هتعمل اسقاط الكوروس جردر. اسقاط الكوروس جردر بالنون الاحمر ده. زي ما انتم شايفين كده. ده اسقاط الكوروس جردر. لان طبعا الكوروس جردر بقيت تحت. ما عديدش فوق. فهتظهر معاه في البلان بتاع الوربريسي. بعدك هتقفل الشكل ده بقطعات الاكس بتاعتنا. الاكس بالشكل ده. اللي هو الوربريسينج. بعدكده بقى تجي ترسم. هترسم نفسه باللون الازرق. بالشكل ده كده. بعدكده تقسم المسافات وترسم زي ما عملنا فوق. السابعة ثمانية بقى او شكل W زي ما انت هتحب تسبيهها يعني. تمام بالشكل اللي ادامك ده. بحسن الزوية طبعا تلاتين لستين. تمام الشباب. تحط بعدكده الابعاد. خمسة فاربعة واتنين. تحط العرض خمسة واربعة من عشرة. والعرض اللي هو المسافة بالسرينجة والسرينجة راحة تمانية. آآ يعني زبطها يعني. لها بقى الابعاد كلها كل حاجة بالملي. تمام? حد عنده السفسار? باش ماندس انا كان عندي سؤال بس في المحاضرة. ماشي. طبعا اقفل بتهادي. اقفل التسجيل دلوقتي. تمام. اقفل التسجيل.